بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزملاء والزميلات مرحب بكم في غناة اليوتيوب غناة الاستشعار عن بعض ونظم المعلومات الجغرافية مواصلة في محاضراتنا في الهيدرولوجي اناليسيس سايكل ووترشيد او دورة التحليل المائي يمكن اليوم هنتقلم عن الخطوة رغم اربعة في التحليل المائي اللي هي الستريم تو فيتشر اه من الخطوات المهمة جدا اه في عملية تحويل الراستر حشان اجراء العمليات الحسابية الموجودة على الخيرانة وعلى المجاري المائي يمكن دي من الخطوات المهمة جدا اليوم هنتناولها ان شاء الله ننبه الزملاء والزميلات ان الناس المام مشتركين في الغناة يشتركوا في الغناة عشان اصلك كله جديد ولو عندك اي سؤال او السفسار ممكن تسألنا عبر الغناة وعبر الروابط الموجودة قدامك اه برضو صفحتنا على الفيسبوك الصفحة الرسمية ل الر اس والج اس اللي هي باسم البرينسيبول الر اس ج اس ممكن تزورها عبر الرابط الموجود على الشاشة اه ممكننا المحاضرة السابقة كنا نتكلم عن الخطوة الرغم ثلاثة اللي هي في التحليل المائي اللي هي الفولو اكوميليشن ممكن هعملنا الفولو اكوميليشن وعملنا الكونديشنل حشان نقدر نظهر الخيران بصورة واضحة في المنطقة واليوم هنتكلم عن ممكن لو ماشينا البرنامج طوالي ممكن دي الخطوة الاخيرة اللي كنا واكفين فيها الخطوة رغم ثلاثة كانت اللي هي الكونديشنل فولو اكوميليشن انا اليوم عاوز الخطوة الرابعة انه كيف نحاول لان الفولو اكوميليشن موجود له في سيغة بتاعة راستر وانا ما اقدر اتعامل معه عاجز احول للسيغة بتاع وانا انا احسب bug data بصورة كبيرة لانا ااء بالطريقة دي ما اقدر احسب لا اقدر احسب المسافات حكا الاو ديع بول تا الاكدر احسب الرتب النهرية ولا اقدد كسافة او الكسافة بالنسبة للخيران ما اقدر احسبها الان هي موجودة في سيغة بتاعة راستر عشان قد لما نحويلها لسيغة بتاعة فيكتور انا اقدر اتعامل معها بصورة اا مريحة واقدر اتعامل معها بكاتر بيوت تايبل بصورة صحيحة وبقدر اتعامل مع رتب النهرية بصورة صحيحة يمكن نمشي للهيدرولوجي اللي هي دي هي stream to feature نعمل stream to feature وانة ادخل ميز دي ممكن دي ادخل وطوالح هنا كندخل له الدم بتاعي المصحه انا ادخلsil ينكمل المصحح عندي في المنطقة. اه بعد ذا قد انا الحفز حقيه هنا عامل في الديفولت زي ما نبهنا. وما في اه ما عندي حي بنعمل تاني بنعمل الاوكي. ونلاحظ على عدك اليمين تحت انه العلامة بتاع الصح. فيتشرتو. استريمتو فيتشير تمت بصورة صحيحة جدا. ممكن نعمل اخفة. للسيغة بتاعة الراستر نخلي الخيران الموجودة لي في المنطقة. ممكن دي الخيران الموجودة حتى لو حبينا نزهر نحاول نغير في اللون بتاعها نحاول نزيد عشان تصري بصورة. ممكن دي الخيران الموجودة كلها بيقت ليه في شكل بتاع الراستر. انا اقدر اتعامل معه كاتربيوت تابل. لاحظنا. كلها بيقت كبوليلاين موجودة. بعدها كان اقدر احسب النسبة الماوية للخيران اقدر احسب الدنسيتي بتاعة الخيران اقدر احسب كل العمليات الرياضية او كل الجيومتري كاركوليشن بصورة مريحة. يمكن دي الخطوة الرابعة في الفلو كوموليه في الستريم تو توفيتشير. يمكن الخطوة الغادمة ان شاء الله تكون اللي هي بازن الله سبحانه تعالى حنتكلم عن ال 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 اندي بتتركز علىها الدراسة بتاعتك وبتتركز علىها التجمع المياه في المنطقة يمكن لحد هنا شاكروا لحسن المشاهدة والاستماع ان شاء الله واللتقيكم في المحاضرة الغادمة ان شاء الله مواصلة برضو في الحيدروليج ان الاسس سايكلة وترشيد ان شاء الله ونشكركم لحسن المشاهدة والاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته